سيد المدرس، تعرف حضرتك مسألة عقود الكهرباء، عقود الموظفين مع وزارة الكهرباء من سنوات عديدة، أكو بيهم مضى وعشر سنوات، أكو أكثر، أكو خمس سنوات أيضاً، قدموا تضحيات كبيرة هذا ملف تثبيتهم على الملاك الدائم صلاحية وزارة للدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة الكهرباء ما تكفي إيضاح لهم، ليطالبون بأكثر من محافظة، بأكثر من منطقة تعرف حضرتك لما يطلع فريق الصيانة هو بالأصل بصفة عقد غير مسبت على الملاك الدائم صارت كثير من الحوادث، يعني واحد منهم من فوق النتل وتوفى وهو عند عائل عند عائلة، وكثير منهم عندهم عوائل، بس لا كراتب تقاعدي، لا هم موظفين على الملاك الدائم كثير من المناشرات توصل لقناة الفلوجة، توصل لكثير من وسائل الإعلام العراقية شنو الصلاحيات المناطة لوزارة الكهرباء بهذا الصدد سيد مصعب؟ نعم طبعا منتسبي وزارة الكهرباء من العاملين بصيغة العقود الوزارة متمسكة بجميع هؤلاء المنتسبين اللي هم تقريبا 33 ألف منتسب، 12 ألف عقود تشغيلية و21 ألف عقود استثمارية وأيضا لدينا 8500 من العاملين بصيغة الأجراء اليوميين طبعا نحن نتمسكين بهم واكتسبوا خبرة من عملهم بيوزارة الكهرباء هناك من كان يعمل منذ 10 أو 11 سنة بالإضافة إلى 9 أو 8 سنوات اكتسبوا خبرة وأيضا تمزجهم بدورات تدريبية من أجل زيادة خبرتهم تمهيدا لتثبيتهم على الملاك الدائم الوزارة سعد منذ سنوات من أجل تثبيتهم على الملاك الدائم وكان هناك قرار في موازنة عام 2013 لتثبيت 12 ألف متعاقد بصيغة العقد على الملاك الدائم وتم تخصيص 12 ألف درجة وظيفية في حينها وقمنا بإعداد ملفاتهم من خلال لجنة مشتركة بيننا وبين وزارة المالية وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكن أجل تثبيتهم على موازنة 2014 وموازنة 2014 لم تقر في حينها أجلت إلى موازنة 2015 لكن اتفاجئنا بأنه مجلس الوزراء رفع دعوة في المحكمة الاتحادية بأنه هذه الدرجات أضيفت إلى قانون الموازنة بدون علمه وبالتالي لأن هذه الفقرة في قانون الموازنة وظيفت من قبل مجلس النواب من قبل عدد من مقترح من أعضاء مجلس النواب اللي كانوا هم السادع عودي عواد وأيضا عواد العوادي وتم إلغاءها من قبل المحكمة الاتحادية أيضا خصصت أن ألف درجة وظيفية في موازنة 2015 أيضا ألغيت بذات الطريقة من قبل مجلس الوزراء أيضا تم تخصيص درجات الحذف والاستحداث التي هي تقريبا سنويا بحدود الـ 1500 إلى 2000 درجة وظيفية نتيجة إحالة المنتسبين على التقاعد يعني بلغهم السن القانوني أيضا الموظف الذي يستقيل يعني 1500 إلى 2000 أيضا هذا أمل آخر جديد ممكن أن يضاف إلى جعبة وزارة الكهرباء وينعكس إيجابا على المنتسبين بصيغة العقود يعني ممكن ألفين نثبت كل سنة يعني هذا أيضا نعتبره مكسب لكن أيضا تفاجئنا أيضا برفع دعوة من قبل مجلس الوزراء على أن هذه الفقرة أضيفت بدون علم مجلس الوزراء وهذا الأمر يعني أيضا خل وزارة الكهرباء ومنتسبية العقود يشعرون بالإحباط لكن أيضا كان هناك مبادرات من السيد وزير الكهرباء ومطالبات بتثبيتهم لقدمت إلى السيد رئيس الوزراء وتم الموافقة على تثبيتهم يعني 33 ألف منتسب يثبتون على الملاك الدائم وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد وكيل الوزارة شؤون النقل والتوزيع وأيضا عضوية مدير عام دارة الموازنة في وزارة المالية وأيضا مدير عام دارة دارية في وزارة الكهرباء وأيضا عدد من منتسبي المجلس الوزراء طبعا تم إنجاز الأضابير بالكامل وتم توحيد قاعدة البيانات نتأمل حاليا يعني عدنا المرحلة الأخيرة اللي هو قرار من مجلس الوزراء يعني وعدت كل شيء وعدت حتى التخصيصات المالية ننتظر قرار من مجلس الوزراء على تثبيتهم وهذا الأمر لحد الآن لم يحدث نعم هذا الأمر طبعا تم إنجازه من قبل يعني قبل تقريبا أربع إلى خمسة أشهر وننتظر قرار مجلس الوزراء بتثبيتهم على الملاك الدائم السيد مصعب المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أنا أشكرك الشكر الجزيل على كل ما تفضلت به وشكرا لحضورك في قناة الفلوجة